بسم الأب والابن والروح القدس الإله الوحد أمين مازال موضوعنا مين هيدخل السماء السماء أحد تشبيهاتها أنها دعوة حفلة وحفلة عشم وحفلة عرص سماها الكتاب عشاء عرص الحمل ده اللي جي في الرؤية لكن اللي جي في كلام المسيح عشاء عرص إيه ابن الملك هي نفس المعنى ما هو ابن الملك والحمل هو المسيح المعنى ده ممتع جدا أن احنا كلنا معانا دعاوي أن احنا نحضر حفلة زفاف المسيح للكنيسة في النهاية وحنا مدعوين فلو دخلنا بالدعوة يبقى احنا معاهم للأبد في الزفة دي أو في الغرص ده تعالوا نعيش الكلام اللي قاله القديس يحن رؤية 19 بالمناسبة أقول لكم حاجة تفتكروا أول ثلاث إصححات في الرؤية على الأرض آخر ثلاث إصححات في الرؤية في السماء ومن أربعة لتمنتاشر الرؤية طالعة نزلة لقطة في السماء لقطة على الأرض لقطة في السماء لقطة على الأرض أحفظها لكم تاني الرؤية أول ثلاث إصححات الأرض كنيسة على الأرض اللي هي الكنيسة السابعة لو تفتكروا آخر ثلاث إصححات من 19 إلى 22 دخلنا خلاص منظر في الآخر من أربعة لتمنتاشر طالعين نزلين عشان نتعشم وده هو دي حياتنا دلوقتي طالعين عن نزلين ندخل السماء نتفرج وبعدين ننزع نرجع للهم والغم اللي إحنا فيه وبعدين وهكذا سمعتوا كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هليلوا ياه فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرص الخروف قد جاء وامرأة هيئت نفسها وعطيت أن تلبس بذا نقيا البذ اللي هو الحرير الغالي قوي بهيا لأن البذ هو تبررات القديسين وقال لي اكتب توبة للمدعوين لعشاء عرص الخروف هي بالبلد طوبة لله هيدخل السماء فإحنا ماشيين في نفس موضوعنا مين هيدخل السماء توبة للمدعوين لعشاء عرص الخروف وقال هذه هي أقوال الله الصادقة أنا الفترة اللي فاتت اتشغلت بسؤال وبعدين أنا بعتذر أن أنا اتشغلت بالسؤال لأن لقيت نفسي هسحب الناس في اتجاه مش صح كان شغلني سؤال ليه الشباب بيسيب الكنيسة وبعدين لقيت أن فيه سؤال أخطر منه هو احنا ندخل السماء ازاي عشان كده عدلت الدف بتاعتي لأنه أنا عملا نقش الناس وبقول الشباب بيسيب الكنيسة لقيت نفسي ماشي في سكة ممكن نتنازل عشان نجيب الشباب الكنيسة وممكن نرضيهم ونوسع لهم الباب يمكن يرضوا علينا ويجوا الكنيسة فلاقيت نفسي هعمل زي ما عملت أوروبا من ثلاث أربع قرون لما ابتدوا يسهلوا ويتسهلوا عشان يلموا زباين بس في الآخر ما بيوصلوش الناس للسماء فلاقيت لأ قبل ما نفكر نجيب الشباب اللي بعد خلينا نراجع تاني هو دخول السماء ازاي لأني بصراحة لقيت انه مش لازم أعجب كل الشباب بس لازم أعلن الحق ولازم أقول السكة اللي توصل للسماء ايه بالزبط ولو ما عجبش الناس الكلام مش هينفع نغير الكلام فاكرين لما المسيح في آخر يوحان 6 قال لتلاميذه أتريدون أنتم أيضا أمتمدوا يعني لو مش عجبكوا الكلام اتفضل بس مش هنغير الكلام السؤالين مهمين قوي احنا لازم نرجع الشباب للكنيسة بس كمان مش هنرجعه ونغير في الكنيسة ونغير في الإيمان ونغير في الثوابط عشان نعجب الشباب لأن هي دي الموضة الجديدة أن الناس بقى تفكر ما يطلبوا المستمعون والحقيقة أنت كل لما تدي حتة للشباب يشدوك لتحتك يعني ايه تفتح لهم حتة يقولك طب اديني أكتر فتبص تلاقي أن احنا عمالين ننزل 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 أنا مش هناقش دلوقتي موضوع الشباب نقشته في كذا مؤتمر في 6 شهور اللي فاته لكن أنا شغلني السؤال بتاع مين اللي هيدخل السماء هيبقى في شباب كتير بس الشباب أدرك أن السماء طريقها دايئة وأن السماء مينفعش فيها تدخلها وانت بتعمل كل اللي في مزاجك مش هتدخل ما كنتش تقاوم نفسك وتتحدى الدنيا وتختلف عن بقية الشباب مش هتدخل فدي حقيقة مش هتعجب الشباب بس مفيش غيرها مش هينفع نغير في كلام الكتاب يبقى السؤال الأهم السماء سكتها إيه لأن الطريق دايئ ومش هيعجب الكل الطريق دايئ والباب دايئ وده مش هيعجب الكل بس مفيش غيره وفكرت بطريقة تاني تصوروا واحد مثلا مهاجر وإجراءات الهجرة طويلة ومتعبة ومعقدة ومكلفة بس الناس بتعمل كل مجهودة عشان تسفر وبتدفع وبتغلب روحها وبتعذب نفسها عشان توصل طب إذا كان السفريات اللي على الأرض بتتعبنا بس إحنا بنتطر نلتزم أنا يا ما دخلت سفرات مملة ومتعبة وبيحسوكوا وبيغلسوا بس طالما أنا عاوزة سافر حضر اللي يقولوه أوامر هعمل إيه طيب طب بالأولى إذا كنا نويني سافر السماء وسكة السماء محددة يبقى اللي يتقلق أوامر يبقى ما ينفعش إنه أنا أقول طب ما أنا ممكن أسافر من غير ما أقدم مش عارف ستتمنت البنك وكيب راحتك بس مش هتسافر تعميل فكرة مش أنت اللي بتحط القواعد سيبقى تاني خلينا نراجع مش هنجمل الصورة بزيادة عشان نعجب الناس إحنا مضطرين في الآخر نقول طريق السماء زي ما شرحوا الإنجيل زي ما عملوا المسيح لكن مش هنمشي على هوى الدنيا أرجع وأبتدي بكلمة أقوال الله الصادق لو تلاحظوا دي قررها كتير في الرؤية إن ربنا معا حق في اللي بيقوله وكل اللي بيقوله في الآخر هيطلع مظبوط ولما نتعابل ربنا يدينا لأبدية كلنا لما نتعابل في الفردوس وفي الملكوت هنفتكر إن مفيش آية طلعت مش مظبوطة ومفيش تعليم طلع مكانش مفيد لأن أقوال الله صادقة إذن مفيش جملة موجودة في الإنجيل ملهاش لازم قال لي أكتب طوبة للمدعوين إلى عشاء ورس الخروف وقال هذه هي أقوال الله الصادق يعني بعد ما قال الحقيقة دي يا بخت اللي هيدخلوا السماء يا بخت اللي هيحضروا الحفلة دي قال صدقوني ربنا بيقول كلام بيطلع مظبوط أقواله صادقة يعني إيه بكرة تشوف وبكرة تقول يا بخت اللي حصلوا السماء فيوحن ستة حاجة شبه كده يقول لا الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دم وليس لكم حياة فيكم من يأكل جسد يوشرب دمي له حياة بدية أنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق دمي ما اشرب حق من يأكل جسد يوشرب دمي يثبت فيه وإن فيه هذه أقوال الله الصادقة يعني مش ممكن تكون بتتناول ويطلع ربنا ما بيقول كلام لا أنت بتتناول جسد ودم حقيقي يبقى بتثبت فيه وبيتثبت اسمك في سفر الحياة وأقواله صادقة وهتاخد غفران وهتاخد حياة إبادية لأن أقوال الله صادقة آية تانية في الموضوع في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها القاب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هدي يعني الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب هكذا صارت المصر أمامه كل شيء قد دفع إليه من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن أنا ليه حاطت الآيات يا جماعة ما هو عشاء عرص الحمل حاليا هو التناول الكنيسة بتدخلنا على السمن كل أداس وبتدوأنا من الحمل كل أداس فكل المحتفلين عشاء عرص الحمل في كل أداس نصبهم الطبيعي مصرهم الطبيعي عشاء عرص الحمل في السم طيب الكلام ده مش داخل عقل ناس كتير في ناس تقول لك بالعقل يعني هو ده المسيح بالزمة ده جسد المسيح بص بقى الحكماء والفهماء مش هيدخلوا السم فلو أنت هتحسبها بعقلك وتقول بالزمة وبالعقل ضيعت عليك السم العيال الصغيرة بيقولولها جسده دمحة ايه بيقولوا ايه امين احنا شغالين عيال والنص ده استعارته الكنيسة في صلاة الكاهن بعد الأداس أبونا بيقول فمنا امتلأ فرحا ولسان تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء أعلنت لنا نحن الأطفال الصغار الذين لبيعتك بس انتم ما تسمعوش الكلام ده بيقولوا في سر فيعني أبونا بيقول الجملتين اللي قالهم المسيح فآخر كل الأداس أن كل الكنيسة دي عيال وجنب إيمان الأطفال وقالوا هو قال جسد حقيقة حي هو قال يبقى دخل السماء احنا دخلين السماء هو قال غفران خطايا يبقى غفران خطايا حياة أبدية تبقى حياة أبدية أقوال الله صادق احنا عياله مصدقين طب اللي بيتفلسفه واللي بيحاوزين يفهمه واللي عاوزين يحكمه عقلهم مالهمش مكان بيضيعوا فرصتهم دي أساس فكرة الغنوسية الغنوسية يعني دخول الفلسفة على الإيمان دخول العقلانية على الإيمان تأليه العقل احترام العقل بزيادة فوق كلام المسيح لأ كلام المسيح فوق العقل ولو ما دخلش عقلك تقول له سوري مش فاهم لكن أمين لازم توصل لكده الإيمان يخليك تقول أمين حتى لو أنت مش فاهم لأن الفاهم مش هيجيب كل اللي بيقوله ربنا ما هو ربنا مش ممكن يتفهم كله وإلا ما يبقاش ربنا لأنه فوق العقل في نفس الإصحاح أنا بس بقوليكم قد إيه ربنا كان مصر وملح على أقوال لا تناسب الحكماء والفهماء لكن أقوال صادق يقول كما ارسلني الآب الحي وأنا حي بالآب من يأكلني طيب ما هو الكلمة دي معنها ما تتعقلش مش كده يعني يا نكلك يعني وهو ده اللي قالوا اليهود لأن اليهود حكموا عقلهم كيف هيقدر هذا أن يعطينا جسده ألاسنا عارفين بقى أبي وعمه اعترضوا بشدة وقال اللي يأكلني هيعيش بي هيعيش بي للأبد طبعا إحنا كمسيحيين في واحد من الخدسين زمان قال كده المسيحي يأكل الإفخارستي ده تعريفه هو الإنسان الذي يأكل المسيح عشان كده بصراحة إحنا زعلنين على الطواف اللي وقعت الإفخارستي حتى قلت مسيحين أو مش مسيحين مش عارف لأنه هي المسيحية كان أساسها كده البسطاء زمان ما كانوش يعرفوا يقلوا الإنجيل بس كانوا بيعملوا ايه بيتناولوا بدل يتعمدوا يبقى بيتناولوا يبقوا مسيحيين يبقوا رايحين السماء هي مش سيحية ببساطة كده طب مخهم على قدهم متعطلش طب مقاروش لما بيعرفوش يقروا مش مهام طب مش حافظين كل الألحان مش ده الحزن إنما في الآخر هما بيقولوا ايه مش الأكلة دي تدخل السماء يلا ناكل مش هو قال كده وإحنا مصدقينه خلاص الموضوع بسيط أوي فهنا بيقول من يأكلني يحيا بيه هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس وفرق عن المن بقى لأن اللي كله المن ماتوا من يأكل هذا الخبز خلي بالكم التعبير ده عارفين ليه التعبير ده مهم لأنه بالرغم إنه قال إنه جسد حقيقي رجع قال عليه خبز يبقى التحول بنسميه سرائري يعني لسه طعم الجسد خبز بس ما عادش جسد في جوهره بدليل إنه إيه يحي إلى الأبد حد فيهم حاجة؟ تاني تاني الجملة دي هو ليه رجع بعد ما قال إنه جسدي مأكل حق وجسدي يتاكل وجسد حقيقي وألح جدا قالص لله هيكل الخبز دي الله أنت مش قولت جسد أيو ما هو جسد بس هو في طعمه هيبضى الخبز وفي شكله هيبضى الخبز بس خلاص بدل أنا قلت إن الخبز ده بقى جسدي لازم تصدق واضحة الفكرة ده اللي بنسميه تحول السرائري السرائري يعني إيه السكرمنتل دي كلمة متعرفش تحطها في العربي لأنها بيسموها تغيير الجوهر الجوهر يعني حاجة ما تتشافش اللي بتشاف هو هو بالظبط زي ما حصل معاك في المعمودية حضرتك نزلت وطلعت في حاجة تغيرت في المنظر لا بس في جوهرك تغيرت مية وتمانين درجة كنت حتت بني آدم دلوقتي انت ابن لله اتبادلت خالص انت موت وقمت بس هو ظاهرياً هو العيل اللي نزل هو اللي طلع مفيش حاجة حصلت لا هي حصل حاجة كبيرة قاوي سكرمنتل فهمتوا الفكرة مستكال يسموها اللي هي يعني إيه سرائرية في العربي نرجع للنص ليه الكنيسة الغاية دلوقتي حتة تقصية الوعظة دي تعلمية شوية مش وعظية لماذا تستخدم الكنيسة تعبير تقديم الحمل اللي فهمين في الطقس في بداية القداس في حتة اسمها إيه تقديم الحمل لأن الكتاب اشتغل على كلمة الحمل كتير فلغاية دلوقتي حمل إيه لو واحد غريب عن الكنيسة بتقول تقديم الحمل يبص على الباب مستني خروف يدخر فيلاقي ابونا داخله شايل الأربانات فين الحمل في الموضوع بس احنا لسه بنسميه تقديم الحمل أولا لأن الإنجيل فضل مصر على كلمة الحمل عشاء عرص الحمل ويحنى المعمدان أول مرة شاور على المسيح وعرفه قال هو ذا إيه حمل الله طبعا نعيب يا يحنى أنت بتشاور على يسوع وتقول بس هو فهم بالروح إن هو دا الزبيحة بصله لأنه هو دا الذي يحمل خطايا العلم فأصل الأداس كان كل مرة الحمل يدخل من بره كنيسة بزفة اللي حصل حاليا دا تطوير مش دقيق زمان زي العيد يا جماعة والدأس العيد تلاحظوا إيه الزفة تتيجي من بره والناس كلها توقف منتبها انتباه والحمل داخل من الباب زفة الحمل دا كان الليتورجية الأصلية كان كلها دايما كده الحمل ما تدخلش تلاقيه قاعد جوه لا لأن دخول المسيح عالمنا دا مهم فالحمل داخل ببقوره لأن البشرية كلها بتحتفل إن المسيح دخل عالمنا ودخل عالمنا ليه عشان يقدم ذاته زبيحة فدخول المسيح الكنيسة أو دخول الحمل كان دايما بلحن فرايح وبعدين يختار الحمل بعد كده اختيار الحمل تلاحظوا ايه دايما العدد فردي يقولك تلاتة خمسة تابعة تسعة هو مش مقصود في العمق مقصود لما يتشال واحد لما يتشال الحمل المختار كله زي بعض بعد كده مجوز يعني ايه كله بقى شبه بعض يعني كل البشر شبه بعض بس في وسطيهم دلوقتي قائم لستم تعرفونه في واحد مميز في واحد وحيد ما فيوش غلطة فاحنا بنختار الحمل من ضمن قربانات الحمل نقصد ان المسيح انسان تجسد لكنه غير اي انسان مميز وحده وحيد فريد عشان لما تاخد الحمل القربانات خلاص سيام بعد كده بقت كلها اشارة لبقية البشر وبعدين ابونا بيعمل طقس جميل يعمد القربانة يعني يبلها بالمية وبعدين يغطيها وبعدين يطلع على باب الهيكل بيسموه الباب الملوكي على فكر الباب الوسطاني ده في القصل ما يسموهش الباب الوسطاني يسموه باب الملك لان هنا يقف الملك ويرفع فوق راسه المفروض كده الحمل وكل الناس توطي راسه ليه؟ لان احنا بنعلن ان هو ده ملكنا فبيقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوس الله خدس احنا بندي الكرامة والمجد لملكنا يبقى احنا دخلنا الملكوت دلوقتي طالما احنا تابعه هو الملك احنا في الملكوت فإعلان الملك عشان كده غلط خالص ان حد ما يحضرش تقديم الحمل احنا الكنيسة بتجاملكوا لما تقولوكوا تعالوا على الإنجيل مفيش كلام زي كده كان زمان طالما الحمل دخل الكنيسة تقفل اللي دخل اللي يجي بعد كده ما يدخلش الكنيسة احضرش ده زفة الملك لو ما دخلتش فيها تبقى ما تستهلاش ده بالظبط اغلق الباب ده كان طقص قديم احنا الكنيسة تساهلت بسبب الاعداد الكبيرة لكن الطبيعي انك لازم تبقى موجود قبل الحمل فالحمل يدخل وانت في استقباله عشان تعلن مع كل الموجودين المجد ليك يا رب كلنا نقول كده زوكساباتري عن المجد للاب والابن ونروح القدس عشاء عرص الحمل ليه كلمة عشاء؟ لانه الموضوع فيه اكل فاصبح دخول السنة باكلة زي ما الخروج من الجنة كان باكلة فهمتوا الفكرة دي؟ الاباء قالوا خرجنا باكلة وارجعنا باكلة اكلة مهببة ضيعتنا واكلة حلوة ترجعنا أكلة خدناها بالعصيان وأكلة بناخدها بالإيمان فهمين الفكرة؟ يعني حوى ما صدقت فكالت ولا خبطت احنا حوى جديدة كنيسة مصدقة فكالت هتدخل وهترجع فالموضوع رجع للبساطة الشديدة دلوقتي لان العالم مليان ناس بسطة ناس ما تعرفش وما تفهمش كتير فالمسيحية ليست للعقلاء والفهماء والفلاسف مسيحية هي مسيحية كل البشر اللي في الآخر كلهم بيعرفوا يعملوا حاجة واحدة بس يعرفوا يأكلوا ويشرب عرص تسمى عشاء عرص ليه؟ لأن المسيح هو العريس العريس يعني دايما في حالة حب المسيح اشترى البشرية لأنه عريس جاي خطبها ودفع ثمن العروسة بتاعته أو الشبكة بتاعته فتبقى عروس مهيئة زي ما هنشوف في النص دلوقتي الكنيسة على سنجة عشرة مفروض كده لشان كده أنا بستغرب من الكنيس اللي فيها قلة نظافة أو قلة نظام أو مولد وهوسة دول مش فاهمين حاجة اللي فاهم الطقس صح لازم الكنيسة تبقى بتبرق وبتبرق بقى من جوه كمان كلنا جايين مجهزين لأن إحنا اللي بنعملوا العروسة إحنا اللي بنعمل الكنيسة المهيئة لرجلها زي أي عروسة جاية يعني جهزة ده أحساهم يوم في عمرها فما ينفعش تبقى دخلة ببهدله وبعدين سمى عشاء عرص الحمل ليه؟ لأنه زهبي الفم قال كلمة جريئة قوي قال ما هو العجيب أنه الزبيحة هي المسيح واللي بيقدمها الكاهن هو برضو المسيح فالحمل هنا هو العريس ما المفروض يقول عشاء عرص العريس أو عشاء عرص المسيح بس هو جاي يزبح فهي دي إيه حفلة زبيحة ولا حفلة عرص ما هو لما قدم ذاته زبيحة وصار لنا عشاء احتفلنا بالزفاف إليه لأنه هو ما بيموتش فيعني المدة مش نهاية المسيح بالعكس هو مات وقام فتبقى العلاقة بيه أبدي المدعوين قال أكتب طوبة للمدعوين إلى عشاء عرص الخروف وقال هذه يا أقوال الله الصادقة إحنا اسمنا حاليا المدعوين كلنا اسمنا المدعوين خضرتك معاك دعوة أنك تدخل السامن والدعوة دي عشان تدخل السماء بتيجي تتناول بدلت ناولت يبقى داخل السماء وعشان كده ما يصحش تتناول وإنت غير مؤمن أو غير تائب تبقى بتسرق وتبقى داخل من شبك وهتتقفش فلازم تدخل من الباب والدخول من الباب يعني متعمد يعني تائب يعني مؤمن فتبقى مدعو بجد اكتب طوبة للمدعوين رؤية 17 أول مرة في حياتي أخد بالي إن فيه آية لما التلت كلمات دول مدعوون مختارون مؤمنون ده بالضبط حالة الكنيسة وقت الإفخارستي يقول هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأن رب الأرباب وملك الملوك ده الحمر ده الخروف والذين معه إحنا بقى مدعوون ومختارون ومؤمنون إنت وإنت واقف في الأداس ينطبق عليك التلت كلمات الحلوين اللي يدخلوك السم إنت مدعو ومختار لأنك تحط إسمه عليك ما كلمة مسيحي يعني أخترت اللي تحمل المسيح أخترت عشان تشيل روحه ومؤمن لأنك تقول للأداس عملته وقول أمين فأنت في الوضع ده تبقى معاه للأبد الذين معه مدعوون مختارون ومؤمنون ثم قال العبيده أرجع للمثل بقى للحقاء العرس مستعد أما المدعوون فلم يكون عرفتوا ليه كنيسة بتحب كلمة استحقاق عشان بتخاف من الآية دي المدعوون لم يكونوا مستحقين فآخر كلمة في الليتورجية قبل ما نتناول صلوا من أجل التناول باستحقاق لألا نطلع مدعوين غير مستحقين فيبقى كل واحد بيصلي في قلبه رب أنا واللي حواليا نستحق ان احنا نتناول والاستحقاق هو الإيمان الإيمان ومع التوبة طبعا تعالوا نرجع للمثل تاني في اللقه 14 يقول قال العبد يا سيد قد صار كما أمرت فاكرين لما دعا البهوات والبهوات اعتذروا قالوا طب اطلع لم من الشوارع طلعوا يلمه جابوا الفق شحاتين والشحاتين دخلوه وبعدين قالوا قد صار كما أمرت يوجد أيضا مكان إذن ربنا عامل حسابه في السماء لكل البشر المكان واسع جدا السماء ربنا ما عندوش أزمة خالص في الأماكن كل مليارات البشر ممكن يستوعبه فيوجد أيضا مكان يعني من ناحية ربنا تؤكد فكرة يريد ايه الجميع يا خلصون فانت ليك مكان قال ليك مكان بس ما تضيعوش بس من ناحية ربنا مكانك محفوظ يعني مش زنقة أماكن مثلا زي المؤتمر فهنشيل ونحط لا نشكر الله في السماء انت ليك مكانه باسمك بس المهم ما توصل فقال السيد للعبد أخرج للطرق والسياجات يعني الحواري أو الحتة الصعبة ولزمهم بالدخول حتى يمتلق بيتي إذن فرحة العريس إن الكنيسة مليانة فرحته إن كل المؤمنين جايين يحضروا عشان كده فيه طقس جميل معرفش تعرفه ولا لا يوم الحد الكنيسة فيه صلوة تحذفها فيه صلوات كثيرة خاصة بالحد زي هذا هو اليوم الذي صنعه الرب اللحنة ده خاص بالحد إنما فيه قوشية مش مفروض تتقالي الحد قوشية التشغلين أو المسافرين لأن الكنيسة ما بتوافقش إن واحد يسيب عرص المالك وكان القدس الأساسي الحد ويطلع يشتغل فحسب الطقس نصلي للمرضى نصلي للراقدين هنجيبهم منين نصلي للقرابين نصلي لأيها بس ما نصليش للمسافرين مقصود بيها المشتغلين لأن في آخر شي نقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح فنقصد الناس طلعت شغلة يوم الحد ما نصلي لهمش مش لأنه حاجة لأن في الأصل ما يصحش تسيبوا العرص في اليوم ده طبعا بقى يعني مع الظروف بدل في أيام تانية فيها قدسات بتعدي لكن لغاية دلوقتي الكنيسة متمسكة يوم الحد ما تصليش قشية المسافرين حتى يمتلق بيتي لأن أقول لكم ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين اللي هما بقى اليهود أو المتكبرين يزوق عشاء أرجع تاني لفكرة المدعوين الذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم يبقى ربنا سبق واختارك لأنه شايف أنك بتحبه شايف أن يجي منك فدعاك ودك الدعا وقال لك تعالى أنت اسمك عندي والذين دعاهم هؤلاء برارهم أنت هتيجي تقول له بس سوري أنا ما عنديش شدوم نظيفة أجي بيها لبسك برارهم يعني حماك ولبسك لبس نظيف عشان تعرف تدخل العشاء اللي هي المعمودية والتوبة إذا ربنا عامل كل الشغل بس للي يصدقه والذين برارهم هؤلاء مجدهم أيضا يبقى المعنى العميق ده بيحصل لنا كل قداس أو بنفتكره في كل قداس أنا مستهلش بس ربنا دعاني واختارني وبررني لما تعمت وحط اسمه علي وقال لي تعالى تمجد معايا كل جسد يدمع عشان نتمجد إلى الأبد أرجع للنص اللي ابتدينا بيك كلام سمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلها اللي لو يا ملك الرب الاله القادر على كل شيء كنيسة عاوزة تنقلنا جو السماء ففي كل قداس إفخاريستي ينتهي بالإفخاريستية لازم تملا تسبيح إحنا كنيسة تعشق التسبيح مينفعش أبدا تدخل على التناول فيش حاجة اسمها كذا ما كنتش تقول أمين أمين بموت واشارو بميازجو كل دي اسمها تسبيح وزوكساباتري وأجيوس لأن التسبيح هو الجو محيط بالإفخارستين شوفوا هنا جمع كثير مياه كثيرة رعود شديدة بتقول اللي لو يا وبعدها بيقول عشاء ورس الحمر يبقى واضح إن الكنيسة نقل الجو ده من السماء مرة تاني في رؤية 19 واحد يقول بعد هذا سمعتوا صوتا من جمع كثير في السماء قائلا اللي لو يا الخلاص والمجد والكرامة والقدرة في نفس الإصحاح خرى الأربعة وعشرون شيخ والأربعة حيوانات وسجدوا لله قائلين أمين اللي لو يا وخرج من العرف صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع خلي بالكوا كل ده مخشوش في الطقس أول ما بنبتدي نتناول نقول إيه سبحوا في جميع قدسي كل ده من الرؤية يا جميع عبيد الخائفي الصغار والكبار يبقى عشان تتمتع بالإفخارستية لازم تشارك في التسبيح والحمد لله شعبنا مع إنه مش فاهم بالمعنى العقلي حاجات كتير شعبنا زاكي جدا ولماح تدخلوا أي كنيسة غلبانة تلاقوها بتترج من التسبيح لأن الشعب الطيب ده الروح القدس معلمه يعني إيه يحتفل بالمسيح اللي على المسبح ويعني إيه يندفعه طبعا يندفعه بس المفروض بنظام عشان يتناولوا لأنه هم فرحانين مزيح وسطيهم والأكلة دي حياتهم وعشان هيبيعوا عمرهم وأحلى حاجة في عمرهم خلال شعبنا مع إنه بسيط لكن فاهم صح دي أهم حاجة عشان كده في بدعة جديدة ماشية في الكنيسة بتقلل من قيمة الأداز بحكة يلا نعمل اجتماعات صلق دي بدعة بروستنطية دخيلة وخطر عالكنيسة إحنا اجتماع الصلاة عندنا يعني الأداز إحنا بنفاجأ شباب كتير طالع النهاردة ملوش في الأداز بس بيحب اجتماعات الصلاة الصلاة؟ اجتماعات الصلاة؟ ومال إحنا في الأداز بنعمل إيه؟ ما هو ده إحنا مجتمعين للاحتفال بالعريس والعريس وصدنا وبنلمسه وبنكله إنما هناك ده كده وكده بقى لأنه مفيش مسبحة ومفيش زبيحة فخطر خالص الاتجاه ده ده ما يلغيش إن إحنا نعمل اجتماع صلاة بس من روح الأداز فالشخص اللي حابب الأداز وعايش فيه اجتماعات الصلاة هي نفس الجو الروحي والنفسي بتاع الأداز إنما اللي بيعمل اجتماعات الصلاة بعيد عن الأداز غريب عن روح الأداز ده شطب على التعليم المسيحي كله لأنه مشي ورا فكرة خطيرة إنه مش مهم التناول مهم الانفعال إنفعالي عام وإحنا بتوع انفعالاته إحنا عاوزين ندخل السم عاوزين ناكل عشان نوصل فالحكاية النفسية دي خطر جدا لأن في الآخر الناس الطيبين ما يفرقش معهم الانفعالات هيهدوا الكنيسة ويسبعه ويتناوله وكده يدخلوا السماء من غير قلة ما زالت في نص الرؤية 19 اللي هو بينقلنا اللي ترجع والإفخارستية بشكل مجازي جميل يقول لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرص الخروف قد جاء ومرأة وهيئة نفسها إذن احتفال الإفخارستية مفرح دايما الأداس يا جماعة ينبوع الفرح لو أنت كئيب جدا وتعبان جدا مفيش علاج زي الأداس الأداس بالتناول في سر غريب وعجيب يخلع الحزن من قلبك مهما كان هو اللي يعرف يعالجك بجد لأنه هنا بيقول لنفرح ونتهلل لأن العرص جاء عرص الحمل أو عرص الخروف قد جاء يعني إذن في اللحظة دي أنت المسيح صادق بجد وده اللي أنت هتشوفه في السنة في اليوم الأخير وامرأة وهيئة نفسها ده اللي استعداد بقى أن احنا بنجهز روحنا بالصلوات بالاعترافات بالسجود بالتسبيح بالانتباه للإرياد بالوعود اللي بنقولها كل ده عمالين نجهز روحنا للحظة الارتماء في حضن العريس وأعطيت أن تلبس بذا نقيا باهيا لأن البذ هو تبررات القدسين يعني إيه؟ عارفين جمال الكنيسة في إيه؟ مرة في وعظة لابونا بشوي كامل منسهاش بالعنوان ده أنه زينة الكنيسة في بر قدسية أنت جاي واقف طول الأسبوع بتخدم فقرة لابس مدي حتة حلوة في الكنيسة واحد تاني طول الأسبوع بيصلي مزامير واحد ثالث صالح أخوه واحد رابع بتاع مرضى ما بيسبهمش واحد خامس بيكرم والدي وبيتعب معهم جدا كل دي اسمها تبررات القدسين دي زينة الكنيسة فهمتوا حاجة؟ يعني الكنيسة مزينة بأفعال ولادها اللي ماشي ورا اللي قاله المسيح بالأعمال الصالحة تبررات القدسين البذ هو تبررات القدسين إحنا كلنا بندي جمال للكنيسة فماينفعش تبقى أنت جوا الكنيسة ملكش أعمال صالحة منفعش تكون أنت ملكش بقى في الخدمة ولا الصلاة يبقى أنت كده بقعة سودة في الكنيسة شوهت جمال العروسة طبعا عطية اللبس الأبيض دي مرتبطة بجهادك ونعمة ربين مهيئة كعروس نكمل النص يقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة والشاليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها سمعت صوتا عظيما من السماء قالا هو ده مسكن الله مع الناس هو يسكن معهم يكونون له شعبا الله نفسه يكون معهم إلها لهم الطقس يا جماعة هو محاولة تجميل العروسة الأيقونات الألحان السجود اللبس الأبيض الشموع كل ما يحدث في الكنيسة هو جمال وزينة الكنيسة المزينة العرس عشان كده التقصير في الطقس التقصير في الحب والالتزام بالتقص مش عملية حرفية مملة في الريسية دي أمانة من أجل الجمال لما تلاقي واحد كده إكوافير مثلا بيحنتف في شعر العروسة عشان تطلع عليها منظر طيب في الآخر الحندفة دي في الطقس عشان تبقى العروسة شكلها حل إذن التطقيق في الطقس غرضه جمال العروسة هاختم بجد نص جميل في مزمور خمسين يقول إيه من زمان ربنا بيقول يدعو السماوات من فوق أصل المشهد ده مشهد القدس ده ربنا كأنه بيلم الملايك يقولون بصوا بقى بصوا على رسطي فطبعا فضايح إنما هو المفروض إنه المشهد ده ربنا بيوظف فيه بمزاك يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مدينات شعب اجمعوا لي أطقياء القاطعين عهدي على زبيح عشان كده إحنا عهد في زبيحة زبيحة العهد الجديد دمي الذي يسفك عنكم دمي الذي للعهد الجديد فإحنا قاطعين عهده على زبيح إحنا وقفين متفقين إن إحنا تابعوا بأمارة الزبيحة ده يقول أسكت قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب لأن الرب أعد زبيحة عشان كده فيه فترات صمت في القداس الصمت ده مقصود بإيه سيب ربنا اللي يتكلم سيب ربنا العريس ينطع بقية يقول يعلن إنه بيتقدم لعرسته ففي لحظات الصمت اللي جوه القداس كل واحد بيكلم ربنا في سره لأن العلاقة سرية بين العريس وعرسته وهو الذي أعد الزبيحة إشارة دقيقة إن المسيح بنفسه عمل الزبيحة وقدس مدعوي فكرة دعاهم وبررهم ومجدهم لأن المدعوين خيبنين كلهم تعبنين فهو اللي لبسهم وظبطهم عشان ينفعوا تبقى القدسات إيه للقدسين أشعية يقول إيه نفس المنظر ده شافوا أشعية أشعية شاف الإفخارستين مرتين على الآل يعني شاف عز العهد الجديد والسماء كزمر يقول يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي سماء ممخة دردي مصفة سيبكم الحتة دي ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى بيه على كل الأمم يبلع الموت إلى الأبد يبقى يعطى لحياة إبادية ويمسح السيدة الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه لأن عار الشعوب الخطيئة لأن الرب قد تكلم يبقى فيه وليمة ربنا محضرها بنفسه بيجيب لها كل الناس من كل حتة بس المؤمنين من كل الأمم يكشف النقاب يعني يبقى عيني عينا كشك في ربنا كده يعني هنشوف المسيح بعنينا ويبلع الموت في الوليمة دي ينتهي كلمة موت وده اللي بتعلنوا الكنيسة في كل قدس إن اللي بيتناول مش هيموت لإلهنا كل مجد وكرمه